وبالعودة إلى العاصمة جمينة عقدت صباح اليوم النائبة الثانية لعمدة بلدية الدائرة الخامسة فاطمة أحمد محمد جلسة تفاكورية حول الاستعدادات الجارية للاحتفال بالاسبوع الوطني للمرأة الشادية الذي يصادف السامن من مرسى سعيد أحمد الأسبوع الوطني للمرأة الشادية على الأبواب وللاستعداد لاستقبال هذا الأسبوع جاءت هذه الجلسة التفاكورية بين النائب الثاني لعمدة بلدية الدائرة الخامسة السيدة فاطمة أحمد محمد ونساء الدائرة بمختلف المستويات والأعمار حيث رأت العمدة ضرورة التجهيز والإعداد لاستقبال هذا اليوم لأنه ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمرأة الشادية وقد وجهت العمدة نصائح مختلفة للحاضرات بغية تنوير أفكارهن حول هذا اليوم وأهميته مرأة مرأة تقدر سيء أي شيء هي المرأة تمشي يقول تقري إيالا هي التقري المرأة القراءة هذا ما عندها إيب أنت كما تعرفي شيء ألفا بتساسي أمشي سيء أرد ناس نستقر كده أنت كما قررت تعرفي بك كيف وفي نهاية الجلسة تبادلت السيدات الآراء والأفكار حول الاستعداد للأسبوع الوطني للمرأة سنافيت وستعقد مؤتمرات نقاش حول حقوق المرأة ودورها في تنمية المجتمع في الثاني والرابع من مارس المقبل بصالة الاجتماعات بالدائرة الخامسة